يعني قال لكم الأستاذ إبراهيم شوف بطولة أي حد وضرب في اتنين يطلع الأهل دي معدلة رياضية جديدة حضرتك حطتها صحيح لأن الحقيقة بصوا وإحنا بنفرح بالبطولات ما بناخدش بالنا من الأرقام اللي فيها ودي أرقام مهمة جدا لأنه أولا بتعكس هذا التراكم البطولي قانون الطاقة اللي ميدو بيتكلم عنه ده مش جاي من فراغ ده جاي من جزور هو تكونوا فاكرين أنه اللي عملوه لعبة الأهلي في الزمن القديم قوي ملوش انعكاس على الأجيال الحالية ده خلق شخصية البطل ده هو ده الجدر اللي طلع هو ده اللي حط البزرة في هذه المنطقة اللي خلى كل لاعب أما يجي يتصرف لا أنت في النادي الأهلي يخلي كل ناشئ حتى هو بيلعب في قطاع الناشئين يتعادل بازعلان المدرب بتاع الناشئين الفريق يتعادل مع أي حد يلام ويعنف وبتلاقي أولاد صغيرين بيبكوا عشان يتعادلوا هي ده الروح اللي انت بتغرسها عند الناشئ مكافئة المركز الثاني في النادي الأهلي لا ليه مكافئة للمركز الثاني مفهوش عدم الفوز بالمركز الأول يعني الفشل البعض بيشوف ان ده ضغط ولود طبعا بستثناء كاس العالم اللي عندي لكن في كل بطولة انت بتشاركها المين تارجد بتاعك او الهدف الرئيس بتاعك ان انت تكسب البطولة ده اللي بيخلي الأهلي بيحقل هذه الألقاب وهذه الكؤوس ده قانون الطاقة يا كابتن ميدو اللي النادي الأهلي قدر يخلقوا ويصنعوا تاريخيا ده كلام مهم جدا لكن كمان الزميل العزيز سيف زاهر له رأي فيه التتويج الأهلي النادي الأهلي اللي راح بالمئات او بالألاف للمطار في الدوحة يستقبل فريق النادي الأهلي الاعداد اللي قدامنا اللي بالمئات او بالألاف اللي احنا شايفينها مش عارفين نحصدها دي هو ده هو ده النجم رقم واحد هما دول اللي حطوا اديهم في اديهم بعض وراحوا شجعوا المنتخب الوطني هنا اللقطة هي الأجمل كابتن محمود الخطيب بيقولهم شجعوا اللعيبة شجعوا الأهلي وبيقول اللعيبة حي الجمهور بيقول اللعيبة حي الجمهور هو عارف هو عارف ان هما النجم رقم واحد بص الناس وقفة عارف لها بالساعات عشان تستقبل الأهلي عشان تفصل النادي الأهلي لو فيه لعبته حالة حزن في المنتخب ولا حاجة لا استقبال من أول ثانية بتلعب ما فيه ما تقلقش مدرجاتك جمهورك موجود في أي حتة في ظهرك جمهور النادي الأهلي دايما 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 في المواقف تلاقيه حاضر موجود هو اللاعب رقم واحد طيب اتكلم عن الآلي وعلى اللاعبته وعن إدارته ولكن أنا هلأوان أن نعطي هذا الجمهور العظيم جزء من حقه جمهور ده في كل مكان يديك المشهد ده يديك هذه الطاقة الإيجابية وشعرك بهذه المساندة اللي اتحرك الصخر جمهور يعي قيمة النادي الأهلي وبقدر ما بيستمتع بأداء الأهلي ونتائجه بقدر ما بيكون هو الملهم والحافز والذي يدعم ويساند ويمتع أيضا يمتع بالمشاهد دي ويمتع بأنه يدي لك إحساس أنه شايفك ما يقدم هذا الجمهور منذ لحظة تزول الفريق وتحديدا الكابتل الخطيب أنا متأكد يعني زي يعني أقدر أتدعي أن أنا أشعر بشعور الكابتل الخطيب أن الإنسان بيشعر أن عمره لم يذهب هباءا وأن كان يستحق كل ما بز له من عرق وجهد وفكر وصهر وتحمل بدني وتحمل نفسي من أجل إسعاد هؤلاء هم يستحقوا لأن يقدمون لك أضعاف ما تقدمه لهم أشعر بهذا وأشعر بفرحة الكابتل الخطيب أيضا أراد أن ينقل هذه ويصدر هذه المشاعر إيه لا لعبته قال لهم مش أنا دول عشان يبتدوا فهمه كمان يعني يجو مهور الأهلي المساند الذي يقدر كل من يتعب من أجله ويسعده الحياة ربطة مشجعي ومحب الأهلي في الدوحة لها كل التحية والتأدير المستشار حسام ورئيس الربطة وكل الإخوة اللي معاه وصديقنا العزيز أسامة السويسي اللي كان عنده ظروف مرض السيدة حرمه سابعة في المستشفى وراح يساند الأهلي ويدعم ويقدم كل الخدمات ربنا الشعر وربي عماله على خير يا رب هو ده النادي الأهلي يا جماعة وهي دي الروح اللي بتخلي الجمهور يصنع قانون الطاقة اللي حير ميده لكن إذا كان ميده وبعض الموضوعيين المنصفين احتفظوا للأهلي بقيمته هناك من لم يحمل للأهلي قدر من فضله